من الرياض معي مدير قناة R-Vision العربية عطالة نور مساء الخير أهلا بك معنا يعني كما اتهم منتقدون زعيمة البلاد بأن هذه حقوق أقلية طالما شكت من التمييز طالما تحدثنا عن هذا الموضوع هل من جديد ممكن أن نعرفه فيما يتعلق بهذا الإطار غير حديثنا الدائم عن مأساة الروهينغا؟ مساء الخير بالنسبة للأحداث الحالية هذه ليست أول مرة منذ عام 1942 ميلادي هناك مذابح متكررة وخطة ممنهجة تطبق لإنهاء الوجود الرهنجي في داخل أركان بتهمة أنهم مهاجرين غير شرعيين في 2012 شهر 6 شهر يونيو هناك أيضا مجزرة مجازر كثيرة وقيمة في 9 أكتوبر 2016 هناك أيضا مجازر كثيرة وقيمة بالنسبة لأونسان سوشي الحاكم الفعلية الحالية هي لا تملك من صلاحية البلاد شيئية تحت ربقة الجيش البورمي الجيش البورمي يملي عليها ما يريد وهي تنفذ كما يريد الجيش في هذه الأزمة الأزمة الحالية الجيش بورمي منذ أكتوبر 2016 كان يحشد القوات العسكرية والآلات العسكرية في ولاية أركان التي فيها بسلم الروهنجة مما يعني أن هذه الأحداث الليلة أندلعت 25 أغسطس الجمعة الماضية مخطط لها من أكثر من ثمانية أشهر حتى كنا نحن المراقبين عن بعد كنا نستغرب ما هذه الآلات العسكرية الثقيلة سواء السفن حربية هاليوكابترات مضابرة للطائرات واربيجي كانوا يخزنونها ويأتون بالجنود الكثير حتى كنا نظل أنه هل هناك حرب ستقوم فهي فعلا الحرب أقيمت متى في وقت كان المسلمون كلهم منشغلين بشعيرة الحج الذي هو قبل الحج بأيام 25 أغسطس هذا يعني أن الحكومة البورمية بالتواطم مع جيش بورما ينفذ قطة ممنهجة بدأت من 42 كما ذكرنا والسلسلة متواصلة في اليوم معلومات عن من فر على الأقل إلى بنجلاديش حقيقة الإحصاء التي ذكرتم أنتم هي مبنية على إحصاءات الممتحدة نحن برفضنا أن هناك أكثر من 25 قرية أخرفت وكل قرية إعداد السكان ما بين 1000 إلى 1500 نسمة الذين استشهدوا أو الذين قتلوا أو الذين أخرقوا أكثر من 10 ألاف وليس 3 ألاف كما يذكر والذين اضطروا لترك قراءهم والهجرة أو النزوح الداخلي أو الهجرة إلى الخارج على حدود بنجلاديش تجاوز الثمانين ألف هذه إحصاءات دقيقة جدا الناس الذين وصلوا إلى بنجلاديش الذين استطاعوا المرور عبر الحدود هم قلة جدا لا يتجاوز الألفين مما يعني أننا مصادر قالت بأنه 38 ألف تقريبا من روهينغا فروا من ميانمار نعم أنا 32 هم يقولون كل الذين فروا من القرى نحن نقول أكثر من 80 ألف و32 الذين استطاعوا دخول حدود بنجلاديش ألفين بما يعني بقية العدد يعني أكثر من 50 ألف ما بين موجودين داخل الغابات في أوساط الجبال ما بين موجودين في المنطقة الحدودية التي تفصل بين أركان ما بين قتل ربما أم لا هناك يعني أننا ذكرنا إحصائيتنا تقول لا توجد إحصائية دقيقة لأنه حصومة ميانمار لا تسمح لأي منظمة ولا وسيلة إعلامية ولا جهة دولية ولا حتى للإعلام المحلي أن يجري إحصاء أو يكون موجود في أرض الواقع نحن إحصاء من خلال اتصالاتنا من خلال الرسالة يصلنا فوق العشر آلاف الذين قتلوا وأحرقوا في هذه الأزل أنا أشكرك جزيلا من الرياض معي مدير قناة آر فيجن العربية عطالة نور